رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقص القضيبية صباح اليوم حيث بحث المجلس عددا من الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات هذا وعقدت سعادة السيدة سمير ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة مؤتمرا صحفيا بعد جلسة مجلس الوزراء تحدثت خلاله حول أبرز الموضوعات والمذكرات التي تمت مناقشتها خلال الجلسة وما اتخذه المجلس من قرارات حيالها مناقش المجلس مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال والتأخر واتخذ في شأنها القرارات التالية ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي بروتوان دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومانع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب وتختص هذه اللجنة في وضع الاستراتيجية العامة للوقاية من مرض الإيدز ووضع البرامج التوعوية والتثقيفية للجمهور للوقاية منه إضافة إلى اتخاذ الضمانات والترتيبات اللازمة للحفاظ على سرية الإجراءات المتعلقة بالفحوصات الخاصة بهذا المرض ونتائجها ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الدولة لشؤون المتابعة بشأن متابعة تنفيذ برنامج الحكومة سنتي 2011 إلى 2014 ويتضمن التقرير الدولي الذي يأتي ضمن سياسة مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ برنامج الحكومة بيانات عن المشاريع الحكومية التي وقع إنجازها سنة 2012 والتي تقدر ب733 مشروع تقريبا وذكر التقرير بالانتهاء من أغلب المشاريع ولم يحصل سوى تأخيرات طفيفة في تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية المرتبطة بالبنية التحتية أسباب التأخير يعني مرتبطة بالبنية التحتية الخاصة بمختلف أنواع التمديدات ويتم إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الوزارات المختصة بحث المجلس المذكرة المرفوعة من معالي وزير المالية الوزير مشرف على شؤون النفط والغاز بشأن التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ويهدف هذا التعاون إلى استفادة مملكة البحرين من الخدمات الاستشارية والبرامج الفنية المتخصصة ذات الصلة بقضايا البيئة والتي ترتبط مباشرة بالقطاع النفطي خاصة مع اقتراب الموعد المقرر لإبرام الاتفاق العالمي الجديد للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري في عام 2015 وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة للمزيد من الدراسة ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل بشأن تشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية وتنظيم عمله ويهدف هذا المجلس إلى اقتراح السياسات والتشريعات والمعايير وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بحماية حفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العمل في ضوء المتغيرات والمستجدات ذات الصلة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية المختصة للمزيد من الدراسة وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن مؤشرات سوق العمل بالنسبة للربع الأول من سنة 2013 ويوضح تقرير هيئة تنظيم سوق العمل ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي العمالة في البحرين بنسبة 6.7% مقارنة بالربع الأول من العام السابق كما ارتفعت نسبة دخول العاملين البحرينيين الجدد في القطاع الخاص بنسبة 9.7% في نفس الفترة وذلك نتيجة التحسن الملحوظ في إجور العمالة الوطنية وسعد الوزير موجود ليشرح لكم المزيد حول هذا التقرير بالنسبة للمواضيع ذات الصلة بالسلطة التشريعية ناقش المجلس ووافق على مشروع قانون بشأن حماية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع هذا المرض وقرار تحويله إلى السلطة التشريعية هذا وتحدث ساعة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حول المذكرة التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء حول مؤشرات سوق العمل في الربع الأول من عام 2013 وقد أكد الوزير تطور إجمالي العمالة بالمملكة في القطاعين العام والخاص حيث بلغت نسبة الزيادة في العمالة الوطنية 3.6% وبلغت نسبة الزيادة بالنسبة للعمال الأجنبية 7.7% وأشار سعادة الوزير إلى أن هذه المؤشرات تعكس أن سوق العمل في البحرين ما زالت تتطور وما زالت تنمو بمستوى معقول ومناسب كما أوضح الوزير أن السوق شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة العاملين البحرينيين الجدد في القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر